قائمة بدون المقطع يا حباي براحطوكم رابط قناة بالوصف رح تركو بيها سوى ردة فعلة على المقلب اللي صار والصراحة أقوى ردة فعل شفتها رح شوفوا المقطع وكتبو له من طرف المملكة من متأكد رح تفجرون الكومنتات عنده بس يلا نبدأ المقطع الخبر اللي عدنا عن تهجم المتابعين اللي نور مار نور مار نزل هذا المقطع على قناتها باليوتيوب واللي شات بيها قمر مار وبالبداية التعليقات جانت كلها عبارة عن تلقات بالانجليزي واللي هدفهم ان يجيب دون المشاهدة ولكن كلها الحفت او ماني سأل سبب شلو هذا التهجم فهو من جمهور يا رمار وانسو بيسان اسماعي فمثل بتعرفون ان ام بيسان ساب النور مار ولهذا سبب جمهور نور مار دائما يتهجم على انسو بيسان كل مقطع فاكتبوني يا حباي بلكومنتاج شركوا بذلك الخبر هلما يستحقون هذا التهجم اللي يتعرضوا له او لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو يا رمار فيارنا نزلت على سبب الانستجرام شوي تستوريات وبهذه الستوريات جات كتب بيها انه اليوم الساعة بالاربع راح ينزل المقطع على قناة الجلادين اوما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو مملك القصص وطارق الباشا واخيرا نزول غنيتهم الجديدة اللي هي ديستراك على ثلاثة يوتيوبر رطكم تزي من عدها اوما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا عن نورستار واخيرا ضخورها الاول مرة بعد عملية الخشم نورستار فتحت بث مباشر وهذا بلث مباشر كان ضخورها الاول مرة عن نفهج جديد سويت العملية وشالت اللزقه هذه نسجة الحبايب بطلعة قدامكم حاليا سويتها بالبث المباشر وهي الصورة قبل من تسوي العملية فكتبونا يا حبايبا بالكومنتاج شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم بالأحلى الخبر الرابع اللي عدنا اوكي راح اكشف لكم حقيقة يا حبايب عن مية جمال وشو ما تبيع شرفها على موذي الشهرة فشافين اخر مخاطر اربع يا حبايب نزلتها هو يدس اني من وين تتجيب هذه الفضايا يمكن راح تتغرمون ولكن هي فعليا من مية جمال نفسها بتحديدا من اختها تغريد فاللي ما يعرف من هي تغريد فهي تصير اختها من مية جمال ولكن تواصلت على حسابي بالانستغرام ونطلت نكون فضايح مية جمال وللي منهم هذا الفيديو وللي منهم هذا الفيديو الثاني راح يزلكم اليوم بالليل طبعا راح تبدوكم هذي كلامي بعد شوية طيحة بايب كل الفضايح قاعد تنزل هي من مية جمال نفسها هذا بس يثبت لكم انش قد مية جمال وحده الخيطسات بيشرفها على موذي تجيب مشاهدات بشوف هذه المراسل اللي صارت بيني وبينها بالبداية طبعا هي دزت لكل فضايح صور وقبلها اساسا عن دزت لغير شي وشوف الفويزات مانتها شو نتقول بيها اسموها الفويزات دلا يا حلو يلا دلك انشور دلك انشور حرين احنا بدنا نتسور وبدنا نتشلح وبدنا ننزل دلك انشور من هون لسنة انا بالنسبة للي مش راح بتأثر فيني واحد في المية بس راح تنطذر راح اطولك واربيك اوكي يلا دلك انشور شوفنا احلى السوار كتير واو يلا يلا انشور طبعا هي تلاحظون هي تسوي نفسها انه هي ضدي ولكن من نفس الوقت قاعدة تزلي الفضايح وسوي نفسها ضدي عمودة انشورهم شوف الفويزات الباقي يلا يلا يا قاي يلا بسرعة زائد 18 اخت ما يجمع استخفر الله فعلا ما ارى شنو اقول الصراحة لين وصلنا الناس يبقوا انشرفها ويجيبون شوية شهرة طبعا بالنسبة لهذا الفيديو راح يزيلكم اليوم بالليل اذا ما طلعته هي واعتذرة شخصيا راح تنزلكم الفضايحة بالكامل فلتنسون يا حبايب انو التفلون عليهم بالكومنتات الخبر الخامس اللي عدنا عن انوار مارو ومحمد جواني والتقاهم ايا بعض فمحمد جواني نزعلها سبب اللي انستجرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات كان ويا انوار مارو صار يغنون غنية اتخسرتي حالك وشوية ينزحوا وراحطكم الاستوريات كامل الحب ان يشوفها قد احسب الغنية بعض نصها ساحل لأخي بغني لأخي غني غني وكل مفراتك الله لا يقدر رجالك اتعلق بوحدين بعد ما الغنية وصلت لكي المليون بأحسبة مزح مزح انوار حبيضي مزح لوجود بلات اللي ابيوزو كمان انزح صدمة عمري جواني وانوار طلعوا رفقة من وراه ظهرنا أصدقاء كيف لنا يكن وراه ظهرنا كنا نخلون شو التحديث عطيق ضحكتاق بعد الزناق لا لا مطلع يا عب لا لا ووصول الحبايب لا تنسوا الرابط خناة الشخص ومنحس الوحكة اللي اغني بالوصف وكنت فايزة اخذ منك القصص مع السلامة اشتركوا في القناة